متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله جايلكم بموقع حيعجب قطاع كبير جدا من متابعيني على القناة الناس المهتمية بتوليد محتوى ايا كان نوع المحتوى محتوى تعليمي او محتوى قصصي بالذكاء الاصطناعي فموقع النهاردة حيفيدك بشكل كبير جدا وخصوصا ان هو فيه خطة مجانية متميزة في البداية وهذه الخطة بتتكرر على شكل اقل ولكن انت هتستفيد بشكل كبير من هذا الموقع وممكن كمان الموقع ده في المستقبل يفيدك لو المحتوى بتاعك يعتمد عليه هتظر ان انت ترقي خطة مدفوعة باشتراك شهري اعتقد ان هو مناسب جدا بالنسبة لهذا الموقع هرجع تانية اقول انا مش بعمله اي دعاية حاول انت دايما تركز على خطة المجانية طالما المحتوى بتاعك مش بكسيف او مش بكسافة ولكن انا هنا جاي اقول لك ان هذا الموقع رائع في حاجات كتير جدا واحنا ماشيين هتكتشف ان امكانياته كبيرة جدا 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 يلا بينا نبص على موقع النهاردة وهو focallm.com لما تيجي تدور عليه من خلال محرك البحث دور عليه focallm.com لان انت هتتقي موقع تاني اسمه focal AI فده الرابط الخاص بالموقع اللي احنا متعودين دايما ان احنا بنحط الروابط في الوصفة اسفل الفيديو focallm.com هبتدي ان انا اول حاجة اروح اعمل sign in في الموقع ويلا نشوف امكانيات هذا الموقع الرائعة اللي بتمكنك من عمل فيديو طويل لمحتوى قصصي يلا بينا اول ما نخش على الموقع هنبتدي ان احنا نحدد احنا عايزين ايه بالضبط او اللي ستوري بتاعتنا ايه ممكن نحط prompt امر وهو يعمل هنا او ان احنا نكتب اللي ستوري بتاعنا يعني ممكن نجيبها من علشات جي بيتي انا بفضل نجيب اللي ستوري من علشات جي بيتي وابتدي ان انا احطها هنا واكتب المشهد بتاعي اللي انا عايزها ممكن اكتب الديالوج الحوار ممكن انا اطلب منه ان هو يعملي المشهد نسا اقول له احمد علم في الكيمياء يحب عمله ويقضي ساعات في معمله يعمل على مشروعه وكثير من تلاميذ ويحبون الحديث معه حول علم الكيمياء وهنا بالنسبة لي الـ target duration او المدة اللي انت عايزها بتبتدي من اول 30 ثانية لحد 10 دقايق وطبعا اكيد الاستهلاك اللي انت هتستهلكه في 30 ثانية من الكريدس مش زي ابدا الـ 10 دقايق او الـ 5 دقايق او الـ 3 دقايق احنا هنا هنخلينا في النص الـ 3 دقايق ده الـ default وبالنسبة للـ narration وهنا الـ narration اللي هو الـ audio style يا ترى انت عايز narration يعني كأنه واحد هو اللي بيحكي ولا Dialog يكون حديث ما بين الاشخاص او حوار او نسميه حواري ما بين الاشخاص الموجودين داخل الفيديو انا هجرب ان هو يكون Dialog على اساس ان الحواري احنا عملنا قبل كده كتير باستخدام برامج اخرى هنا بالنسبة للغة احنا بنستخدم اللغة العربية والجميل انه هو بيدعم الـ standard Arabic او اللغة العربية اختار اللغة العربية وبعد كده هبتدي ان انا اتقل الى المرحلة الاخرى ودوس انت ابتدى يكتب الـ Dialog احمد يبتسم احيانا انسى الوقت تماما قد اصل فيه السابعة صباحا واجد نفسي هنا حتى المساء عمر الا يصيبك الملل احمد الملل مستحيل بالنسبة لي الـ Dialog وهنا بيكون فيه اقتراحات يعني انت مثلا اضافة تفاصيل عن تجربة احمد اكتر توسيع اسئلة سارة وعمر شرحه اعمق حول التفاعل الكيميائي تعالى كده نخليها شرحه اعمق حول التفاعل الكيميائي وهو هنا Dialog يدعم لحد 30 ألف character فيديو زي ده ممكن يفيد قوي المدرسين عايزين يعملوا interactive يعني حوار يكون تفاعلي وعايزين مثلا يوصلوا معلومة معينة للطلبة بعد كده خلاص هبتدي ان انا انتقل للمرحلة التالية وعمل continue وهنا في continue حيبتدي يولد لي characters and locations اوكي حسيبه خلاص لحد ما يولد characters ونشوف ال setting الخاص بالمشروع بقى بتاعنا اللي احنا هنعمله ال global style في عندك photo realistic لو انت عايز الفيديو يكون photo realistic او screenshot from an enemy او digital painting او water color او comic book style او black and white زي ما انت عايز cartoon سنة 1980 3D render او charlok holmes ال style بتاع charlok holmes وهنا aspect ratio بتاعي landscape portrait او لو انت عايزه طبعا فيديو بالعرض او فيديو بالطول نسبة لل captions subtitles عايزها standard او مدبانشي او انا هاختار مثلا ال style بتاعي charlok holmes كده وابتدي ان انا اعيد مرة تانية توليد الكاركتر بتاعي بناء على ال style الجديد هنا ده ال style الخاص بالكاركتر الجديد لو مش عاكبك ال style نقدر ان احنا نغيره ممكن نخليه screenshot from an enemy انا بس بوليك كل ال styles بعد ما بتختار بتبتدي تنزل تاني تعمل regenerate للكاركتر بس اخد بالك من حاجة كل ده بيستهلك من credits بتاعتك لازم تكون واخد بالك قوي من موضوع credits لان انت كل مرة هتعمل regenerate هياخد منه بعد كده النسبة لل locations اقال لك laboratory معمل و ال items المستخدمة test tube holder test tube spectrophotometer وهنا بالنسبة لأحمد وصارة ومحمد ونور وخالد دول الكاركترز وكل واحد هنا هو مختار له voice وبعد كده هبتدي ان انا اقول له create بعد كده هبتدي ان انا اروح هلاقي هنا عندي في مشهدين المشهد الاول هبتدي ادوس control k من على الكيبورد وهنا هيكون ده المشهد الاول وهبتدي اقول generate علشان يولدلي المشهد ويبتدي يولدلي الصور اللي داخل المشهد هنا ابتدى ان هو يولدلي كل الصور الموجودة في المشهد الاول زي ما احنا شايفين لو فيه اي حاجة مش عجباك هتقدر ان انت تعمل لها delete او لو كله ما عجبكش تقدر ان انت تعمله reject زي ما احنا شايفين اهو ممكن ترجع هنا تقف على الصورة دي مثلا c وتعمل generate more تولد منها اكتر من حاجة وممكن بقى تعمل animate animate زي الاول انا هقوله هنا accept دي المشاهد وحتبص تلاقي ان هما بيتكلموا هنا الاربع ثواني الاولانية جايب لك الناس شغالين في المعمل او التلاميذ شغالين في المعمل ممكن اقف عليها بالمنظر ده وابتدي ان انا اعمل animate للصورة اخليها تتحرك تعالى نعمل animate وحبتدي اقوله go هنا ده الامر وحقوله go وبرضو كل ده بيقلل من credits بتاعتك علشان الوقت ممكن هنا اعمل delete للمشهد التاني ممكن اقف هنا ايضا وابتدي ان انا اعمل animate هنكتفي بقى بدول ممكن لو انت لك اكتر من حساب بتقدر انك انت تتدرب اكتر من حساب جيميل تقدر انك انت تتدرب على استخدام البرنامج او تعمل به محتوى طرح امكانيات البرنامج ده ممتازة تم انشاؤه زي ما احنا شايفين ممكن ما يظهرش الصوت معاك عشان برنامج اللي انا بسجل به حب ان انا اوريك الحركة اللي موجودة هنا اعتقد ان انا ما عملتش animate ممكن اضرب اعمل animate دي كمان هو هنا عمل animation زي ما احنا شايفين للصورة اللي مكنش معمول لها animation وبعد كده في الاخر خالص تقدر تعمل export في حتة بقى مهمة هل ما ينفعش اغير الصوت لا ينفع تغير الصوت لو وقفت هنا على التراك الخاص بالاديو هتبصت تلاقيه كده تحول لفيديو اديتور فيه تراك خاص به الفيديو وتراك خاص به الاديو او الصور والاديو في الحالة دي انت ممكن تعمل generate مرة تانية للصوت ولكن انا شايفة انه هو في العربية برضو محتاج شوية تطوير اعتقد انه هو اكيد مع الفترة القادمة هيكون افضل واحسن بعد كده في الاخر خالص بتروح تعمل export هنا بيقول لي export is currently disabled because the number of export is causing our service to crash في مشكلة في عملية export دلوقتي ولكن الموقع شغال هترجع له مرة تانية لان فيه ضغط كبير عليه وبعد كده هنعمل له download فما تقلقش من موضوع الكراش الموجودة على الموقع استنى عليه شوية وبعد كده ابتدى ان انت اعمل له export وحمد يا دكتور احمد هل يمكنني طرح سؤال عن التجربة الاخيرة بالتأكيد يا سارة انت تعرفين ان باب مكتبي دائما مفتوح لسئلتكم لاحظت تغير اللون من الازرق الى الاخضر خلال التفاعل هل هذا بسبب تغير درجة الحموضة ملاحظة ممتازة هذا بالضبط ما اردت ان تلاحظوه وشرح السبب اعتقد انني اعرف عندما اضفنا المحلول القاعدي تغير الرقم الهايدروجيني ام ده من نزل الموقع النهاردة موقع فوكل مل دوت كوم اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على القناة وزي نبقى لك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة